موسيقى في هذه اللحظة كان أحد سكان الجزيرة قد رأى السعبان وهو رافع رأسه مكشرا عن أنيابه فأخذ ياسيح كبرى كبرى وأحضر هذا الرجل عصى طويلة من البوس ربما يكون طولا حوالي ثلاثة أمطار وحاول أن يضرب السعبان بها عن بعد ولكن السعبان كان رشيقا وسريع الحركة فلم يتمكن الرجل من إصابته وهرب السعبان في اتجاه البحر وأخذ يسبح بمهارة عالية بين الأمواج العالية وأخذ يسبح بمهارة عالية بين الأمواج العاتية وأنا أتابعه بنظري وهو يشق طريقه بين الأمواج وأشار رجل بيده موضحا إن السعبان سيعود إلى ذلك المكان مرة أخرى وأشار بيده موضحا إن السعبان سيعود مرة أخرى إلى نفس المكان ليلتهم فريسته التي تركها هنا لم أكن لأصدق ذلك لولا إنني رأيت بعيني يخرج مرة من البحر مرة أخرى ليعود إلى نفس المكان أو ربما يكون السبب في ذلك هو ما يقوله بعضهم بأن السعبان الكبرى لا يحب أن يبقى طويلا في المياه المالحة على كل حال فقد رأيته يخرج من البحر ويعود مرة أخرى سواء كان السبب في ذلك هو استرداد فريسته أو لأن المياه المالحة تسبب له حرقة في جلده أنا في العادة لا أقتل السعبين إلا في حالة الضرورة القسوى أو في حالة الجوع الشديد ومثل هذا السعبان العظيمة الهيبة من نوع الكبرى الملكية الذي كان يصل طوله إلى مترين وعشرين سنتيمتر من الأفضل تجنبه وتركه في حالة سبيله ولكن هذا السعبان في هذا المكان قد صار بعيدا خارج الغابة ومثل هذا السعبان لا يمكن الإمساك به حيا وإرجاعه إلى الغابة لأنه يدافع عن نفسه بسمه القاتل ولكن في حالة السعبين الغير سمى مثل التعبان البيس يكون الأمر أبسط من ذلك لأنه يمكن الإمساك به وحمله إلى داخل الغابة دون أن ألحق به أو يلحق به أي أزم ولكن هذا السعبان الآن قد أصبح قريبا من سكان الجزيرة وهناك احتمال كبير أن يلدغ طفلا أو رجلا ولذا كان لابد أن أصطاده وكنت أعرف أن مثل هذا التعبان الكبير لا يمكن صيده بتلك العصى الطويلة لأن مثل هذا العصى عندما تهوي بها تتقابل مع سطح الأرض في نقطة معينة ومثل هذه النقطة يجب أن تكون هي رأس السعبان لأن السعبان لا يموت بالضرب إلا عندما تصيبه في رأسه وهي عملية صعبة التنفيذ وخصوصا عن تلك المسافة البعيد الثاني جايب عصايه وعايز يدربه عشان تدربه كده لازم تجيب رأسه بالزبط ورأسه كده عشان تصيده هو بيتحرك طول الوقت عملية صعبة جدا عشان تجيب رأس التعبان لأنه ما زال بيتحرك وما زال بيجري فعملية صعبة جدا وأنه لا يموت بالضرب إلا عندما تصيبه في رأسه وهذه عملية صعبة التنفيذ وخصوصا من تلك المسافة البعيد لأن السعبان يتحرك ويتلوى بصفة دائمة ولا يبقى سابتا في مكانه حتى تدربه ولذا قررت استخدام خبراتي الهندسية في صيد هذا السعبان فوجدت على الشاطئ قطعة سقيلة من الخشب ويزيد طولها عن المتر والنصف وقد عرفت أنني عندما ألقي قطعة الخشب على الأرض فإنها تتقابل مع سطح الأرض في خط مستقيم لو بدرب كده فحقابل الأرض في نقطة لكن كده ما برميه برقابل الأرض في خط مستقيم وفي حالة الخط المستقيم فإن الاحتمال أكبر في صيد السعبان المتحرك فقررت رمي القطعة الخشبية على السعبان في المنطقة القريبة من رأسه رميت الخشب على التعبان كده وقمت بسرعة وقفت على الخشب بوزني كله عشان التعبان يفضل ثابت في مكانه رميت قطعة الخشب على التعبان وقفت على قطعة الخشب وطلعت السكينة بتاعتي وأنهيت المهمة في حالة الخط المستقيم فإن الاحتمال أكبر في صيد السعبان المتحرك فقررت رمي قطعة الخشب على السعبان في المنطقة القريبة من الرأس ثم قفت بوزني الذي يبلغ 80 كيلو جرام فوق قطعة الخشب وأفسحت قدماي عن بعضهما حتى لا يلدرهما السعبان وبذلك لم يستطيع الإفلات من تحت قطعة الخشب السقيلة وبهذه الطريقة رزقان الله بوجبة عشاء فاخرة من اللحم المشوي من لحم سعبان الكبرى الملكية كان بعض سكان الجزيرة قد شهدوني أثناء سيد سعبان الكبرى وأخذوا يتناقلون ذلك الخبر فيما بينه وهو إن الغريب لا يخاف من الكبرى بل ويستطيع سيدها أيضا مما جعلهم يطلقون عليه لقب صياد الكبرى بينما أنا أتجول في الجزيرة قابلني مرة أخرى نفس ذلك الرجل الذي كان يقول لي إيجيب تباكو إيجيب تباكو نفس الرجل كل ما يعني يقول لي إيجيب تباكو رجلنا حيجيب لي خبلان في الدم الذي يقول إيجيب تباكو إذا به يصيح بي مرة أخرى إيجيب تباكو ويشير بيده في اتجاه الجنوب وقد قررت هذه المرة أن أستقسي هذا الموضوع وواصل السير في اتجاه الجنوب لعلني أعرف سر هذا الباكو وبعد حوالي ثلاثة كيلومترات سيرا على شاطئ البحر رأيت ما لم يخطر في الحسبان ولم أكن أتصور وجوده في هذا المكان المتطرف من العالم فقد رأيت شابا قوية جسة يجلس على كرس خشبي أمان كوخ من الخوص وسعى في النخيل وبجوار جهاز راديو صغير وعندما رأاني من بعيد سمعته يصيح قائلا أهلا وسهلا بصياد الكبرى ولكنه كان يقول ذلك باللغة العربية باللغة العربية فاعتقدت الأول وهلة أنني لا أسمع جيدا وأنني أتوهم سماع هذه الكلمات العربية ولكنني تأكدت مما أسمع عندما كرر جملة مرة أخرى قائلا أهلا وسهلا بصياد الكبرى فقلت لنفسي هذا غير معقول هذا غير معقول أن أجد إنسان يتحدث اللغة العربية في هذه الجزيرة الصغيرة التي تقع في بحر الصين الجنوبي وعلى أطراف المرحيط الهادي فأنا هنا لست في البحر الأبيض المتوسط ولست في البحر الأحمر فقلت له من أنت وما جنسيتك وماذا أتى بك إلى هنا فعد قائلا إنه القدر يفعل بنا ما يشاء إنها حكاية طويلة ولكن ألا ترغب في كوب من الشاي الأسود على الطريقة المصرية مصحوبا بسماع أغنية لأم كلسوم فقلت له لقد ذكرتني بالوطن الغالي فما أحلى الشاي المصري وما أحلى أم كلسوم على شاطئ بحر الصين الجنوبي جلسنا على شاطئ البحر نحتسي الشاي على صوت أم كلسوم المنبعث من جهاز التشديل الصغير والذي يعمل بالبطاريات وهي تغني وتقول يا طر يا وحشني بتفكر في مين عاملي الشوق معاك عاملي فيك الحال الحالين الله يا طر يا وحشني بتفكر في مين عاملي الشوق معاك عاملي فيك الحانين الحانين الكلام دا ليه معنى الناس اللي عاشد في الغربة وعرفة الغربة التنقل والترحال مكاني وحدك دايما انت غريب دايما تسمع لغات أخرى وبتاع أخرى وفجأة تجلس على شاطئ البحر تشرب شاي مصري أصمر تقيل زي بتاع الصعيدة وتسمع أم كلسوم فين في بحر الصيني جنوبي في أخر الدنيا حتى ما فهائش أي أثر للغة العربية توقع تسمع تيجي الأغنية بصدفة صادف يا طرى يا وحشني بتفكى في مين عاملي الشوق معاك عاملي فيك الحانين كلام يصح المشاعر وبدأ الشوق والحنين والغربة والمشاعر الجميلة تحتل مكانها في القلب والوجدان مع صوت أم كلسوم عندما يردد الفضاء صوتها وهي تقول عامل إيه الشوق معاك عامل إيه فيك الحنين وامتلأت العيون بالدموع من شدة الحنين وكادت القلوب تتمسق من شدة الشوق في هذا الجو العطيفي بدأ صديقنا يحكي حكايته فقال أنا اسمي طارق من أصل مصري هاجرته من مصر بعد إن ساءت فيها الأوضاع الاقتصادية اسمعوا بيقول لي الله يرحم وتوفى الآن يحكيها لسه طويلة فقال لي أنا اسمي طارق من أصل مصري هاجرته من مصر بعد إن ساءت فيها الأوضاع الاقتصادية ولكنني قد عقدت العزم أن أدرس حتى درجة الدكتوراه فقد كان حلمي الكبير أن أصير دكتورا راقل قال لي أنا طارق مصري بلد حلها كان تعبان وأنا نفسي نفسي أبا دكتور نفسي الناس يقولوا لي يا دكتور طارق نفسي ده كان الحلم بتاعي حلم جميل كل واحد يحلم الحلم ده أجمل شيء في الدنيا ألا كان نفسي أن حد يقول لي يا دكتور نفسي يبقى معايا دكتورا وأي واحد يقبني يقول لي يا دكتور طارق ده هو اللي حكي هو لي بالصب فقال لازم أكمل دراستي هو بيكمل ويقول فصافرت إلى فيينا عاصمة النمسا وبدأت فعلا في دراسة الاقتصاد حتى حصلت على الماجستير من الجامعة الأمريكية في مدينة فيينا النمساوي راح فيينا ودرس وعمل ماجستير في الاقتصاد وعرفت أن هذه الجامعة في ذلك الوقت كانت لا تستطيع أن تمنح درجة الدكتورا جامعة الأمريكية في فيينا كانت بتدي درجة علمية فقط حتى درجة الماجستير في هذا الوقت وهو مصمم أنه يبقى دكتور خذ الماجستير وعرفت أن هذه الجامعة في ذلك الوقت كانت لا تستطيع أن تمنح درجة الدكتورا وأما الجامعات الأخرى في فيينا فلم تعترف بدرجة الماجستير التي حصلت عليها من الجامعة الأمريكية وبذلك لم أستطيع مواصلة دراسة الدكتورا في النمسا هو خذ ماجستير من الجامعة الأمريكية في فيينا الجامعات التانية ما بتعترفش بالجامعة الأمريكية بالماجستير بتاحها فمش عارف يكمل الدكتورا والجامعة الأمريكية في فيينا ما بتديش درجات أعلى من الدكتورا وهو مصمم أن يحصل على الدكتوراه فمش قادر يكمل دراسته في فين وبذلك لم أستطع مواصلة دراسة الدكتوراه في النمسا فقد نصحاني بعض الناس أن أرسل خطابات إلى جامعات مختلفة في أنحاء العالم طالبا منهم الاستفسار عن إمكانية دراسة الدكتوراه لديهم بعت الطلبات لجامعات كثيرة في العالم أن أنا عايز أعمل الدكتوراه عندكم وكانت الموافقة الوحيدة التي جاءتني هي موافقة جامعة كوالا لنبور عاصمة ماليزيا ولم أكن أعرف في ذلك الوقت أين تقع على الخريطة كوالا لنبور ولم يكن أمامي خيار آخر فإن كنت أريد أن أحصل على الدكتوراه فلابد من الذهاب إلى هناك وقد قلت لنفسي أطلب العلم حتى ولو كان في كوالا لنبور هذا الراجل مصمم يعمل الدكتوراه والموافقة الوحيدة جاءت له من جامعة كوالا لنبور فلا مش انطده وراح في كوالا لنبور وبالفعل ذهبت إلى هناك وبعد عدة سنوات تحققت الأمنية وصارت واقعا فقد نجحته في الحصول على الدكتوراه ماشي بقى معها دكتوراه في الاقتصاد وحل بحياته أطحق ولكني لم أحصل على عمل مناسب في مجال دراساتي معها دكتوراه في الاقتصاد ومش لقى شغل وضاقت بها السبل وكان لابد من مزاولة أي عمل أعيش منه مش لقى شغل بالدكتوراه بتاعته فكان لازم يشتغل أي حاجة عشان يعيش وسألني أحد الماليزيين واحد من الناس أهالي البلد قال له يا ابني ما فيش أي مهنة أنت بتجدها تشتغلها تعيش منها بدل الدكتوراه بتاعتك ديما لها الشغل وسألني أحد الماليزيين عن أي مهنة أجيدها فقلت له إنني أجيد الغوص فقال لي توجد جزيرة اسمها جزيرة تيومان ومن المتوقع في السنين القادمة أن يأتيها السائحون من أجل الغطس وعندما ستبدأ السياحة والغطس هناك في الازدهار ستكون أنت من أوائل المؤسسين وسيكون لك شأن عظيم وجئت إلى هنا بمساعدة هذا الرجل ومعي بعض أدوات الغطس وبقيت هنا سنين طويلة وكما ترى فما زلت أجلس وحدي وأنتظر حتى يأتي السائحون وسألته وإلى متى تريد أن تنتظر هكذا فقال أنتظر إلى أن ينظر الله في أمري وكما ترى فإن أهل جزيرة هنا يحبونني ويسمونني باكو وأنا أتحدث لغتهم وأعيش معهم حياتهم وقد وصلتني كل أخبارك بمجرد وصولك إلى الجزيرة فقالوا لي أنك ماهر في صيد الكبرى فقلت لهم فقلت له هو بيقول لي أول أنت ما جيت الكزيرة هم قالوا لي أخبارك في واحد جهه وصيد كبرى كويس وتع فقلت له هل عندك سلطانية السلطانية العائل كبير يمكن وضعه للرأس فقال لماذا فقلت له لأنني سأتوجك ملكا وسأخلع عليك تاج الجزيرة فصاح قائلا السلطانية فانفجرت ضاحكا معه وكان هذا الذي كنا نسمعه قديما في تمثيليات راديو الإزاعية قد صار حقيقة واقعة بعد أن شرب رشفة من الشاي استطرت قائلا ما رأيك في أن أعلمك الغطس في البحر فقلت له هل تريد أن تجعلني حق لتجارب لك لا يا صديقي إنني أحب نوع آخر من الغطس وهو الغطس داخل الأدغال فقال أخاف عليك من سعبان الكبرى فقلت له وأنا أخاف عليك من أمواج البحر فقد أسعدتني رؤيتك لأنني كنت أعتقد أنني المصري الوحيد المولع بتلك الرحلات ولكنني من خلالك عرفت إنه على الأقل هناك مجنون مصري آخر غيري فقال لا 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 هذا غير صحيح وستبقى أنت وحدك المجنون المصري الوحيد الذي يدخل الغابات الاستوائية وحده ويعيش فيها فأنا لست رحالة فقد جئت هنا بحصا عن لقمة الخبز فقلت له تبحث عن لقمة الخبز في جزيرة صغيرة في بحر السين الجنوبي في آخر العالم أنك رجل مغامر ومثلك يستحق الاحترام والتقدير تمت طارق إلى صدري وودعته بحرارة وكنت أخشى أن لا أراه مرة أخرى وبالفعل لم أره بعد ذلك فقد دخلت إلى أعماق الغابات لقضاء عدة أيام ثم غادرت الجزيرة دون أن أراه وكنت أعتقد أن قصتي معه قد انتهت عند هذا الحد ولكن أنا خلاص سبت جزيرة ومشيت الواجب تكون القصة خلصت ولكن مشيئة الله كانت تريدها أن تمتد وتكتمل القصة لسه منتهتش ده لسه هتمتد ترجمة نانسي قنقر